مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفن يقول أن إيران تحللت من القيود على برنامجها النووي وتستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة خصبت كميات من اليورانيوم تقترب من المطلوبة لصناعة أسلحة نووية تصريحات سوليفن جاءت بعد لقاء جمعه مع نظيره الإسرائيلي ساحي هانكبي حيث مثلت إيران محور اللقاء بين الطرفين المسؤولان يناقشها سبل منع طهران من امتلاك سلاح نووي إضافة للقلق المتزايد من الدعم الإيراني لروسيا في الأزمة الأوكرانية مع عودة الملف النووي الإيراني للواجهة مؤخرا بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتساءل عن الخطوات المتوقعة التي ستتبع هذا اللقاء إذا ما كان هناك استراتيجية إسرائيلية جديدة تجاه إيران أسأل ضيفي من القدس الكاتب الباحث السياسي شلومو جانور أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية بداية البعض حاول أن يربط بين توقيت هذا اللقاء الإسرائيلي الأمريكي مع بداية حلحلة بين إيران ومنظمة الطاقة النووية التي بدأت تتغاضى عن موضوع العثور على آثار يورانيوم مخصب في مناطق غير المفاعلات هل هذا اللقاء فعلا بتوقيته يريد أن يبقي الملف النووي الإيراني ساخنا وأن يبقى على الأجندة؟ نعم بكل تأكيد هذا ما تطلبه إسرائيل وهذا ما يثير قلق إسرائيل أيضا بعد الاجتماع الذي تم أمس بين المستشار الأمني الكومي الأمريكي والإسرائيلي والنتيجة هي بأن هذا اللقاء لم يتمخذ عن النتائج المرجوة لإسرائيل ولذلك إسرائيل قررت تصعيد الضغوط الإسرائيلية على المولايات المتحدة لدعوتها للاجتماع الفوري والمستعجل للإطار الاستراتيجي العسكري الإسرائيلي الأمريكي لبحث موضوع تطورات الملف النووي الإيراني بصورة شاملة ومنفصلة باشتراك جميع الأطراف الإسرائيليين والأمريكيين من جميع نواحي وذلك بدون أي تردد أو بدون أي تأخير هذا هو المطلب لإسرائيل مسارهم في دوء التطورات التي ترى في الملف النووي الإيراني بشكل عام وأيضا خاصة في دوء المعلومات التي ترد عن الاتصالات أو المحدثات السرية الأمريكية الإيرانية من جهة وأيضا الموقف الذي اتخذته الوكالة الدورية والمعلومات عن تقدم إيران أو استبرار إيران في تقدمها بمشروعها النووي هذا الأمر كله يثير القلق ولذلك الدعوة الإسرائيلية إلى التركيز على هذا الموضوع بأخرى فرصة الممكن هنا في قلق إسرائيلي حسب ما فهم منك أنه احتمال العودة إلى الاتفاق النووي بين أمريكا وطهران أن تؤدي هذه المفاوضات السرية إلى اتفاق وبالتالي هذا لن يكون في مصلحة إسرائيل ألا تثق إسرائيل بأن أمريكا ستأخذ الضمانات الكافية في هذا الاتفاق لحماية إسرائيل مع كل الاحترام القائم ومع كل التعاون الوثيق والقائم بين واشنطن والكتس في شتى المجالات ولكن إسرائيل في الموضوع النووي الإيراني كما أوضحت ليس فقط وراء الكواريس بل أيضا أوضحت ذلك بصورة علنية بأنها سوف لا تتردد في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية بقواتها الذاتية سواء مع اتفاق أو بدون اتفاق سواء بموافقة أمريكية أو بدون موافقة أمريكية لذلك إسرائيل تعتبر امتلاك إيران الكدرة النووية وخاصة السلاح النووي بمثابة خطر وجود لإسرائيل والشعب اليهودي بصورة عامة لذلك إسرائيل ستتخذ كافة الإجراءات وأعتقد بأن المناورة الجارية العسكرية واسعة النتوق الجارية هذا الأسبوع والتي ستدخل في الأسبوع القادم أسبوعها الثاني هي أكبر دليل على مدى استعداد الإسرائيلي والتقدم الإسرائيلي في هذا الهدف بالإضافة طبعا إلى التصريحات الإسرائيلية المتكررة من كبل أعلى المستويات السياسية لتأكيد على التصريح الإسرائيلي لكن سيد إشلومو تقارير سياسية وعسكرية تقول أن إسرائيل ربما لن تكون قادرة على القيام بعمليات بمفردها دون دعم عسكري أمريكي وأن طهران تعلم ذلك وبالتالي هل سيد نتنياهو ممكن أن يضغط على جيشه بأن تقوم إسرائيل بعمل منفرد دون دعم عسكري ولوجستي من الولايات المتحدة ألا يبدو أن هذا الاحتمال صعب للغاية؟ نعم هذه مهمة صعبة والكل يعرف ذلك ولكن أمام الخطر أو أمام التحدي أمام إسرائيل أعتقد أن إسرائيل ستأخذ هذا الخطر بالحسبان وستعمل بكل كواها لمنع هذا الخطر سواء مع الولايات المتحدة أو لا في النسبة للخطط المعدة هناك معروف أن بوسع إسرائيل الوصول إلى هذه المنشآت والحق الضرر بالمنشآت النووي الإيرانية السوال إلى ما هو حجم هذا الضرر ما إذا قامت إسرائيل بمفردية بتنفيذ هذا الوجوه وماذا هو بمدة الضرر حتى تستعيد إيران ما استطعت استعادة الكوة من جديد هذه هي علامة سوال ولكن من جهة ثانية إسرائيل تفضل أن تقتنع الولايات المتحدة بالخطر القائم من جراء إيران ليس فقط الخطر النووي ضد الإسرائيل ليس فقط الخطر الذي تشكله على منطقة الشرق الأوسط بل أيضا على الخطر والسلام الدولي هذه هي رغبة الإسرائيلية في إقناع الرئيس بايدن وإداراته بأن هذا هو خطر يجب مواجهة لك من جهة ثانية علينا نصب بأن الرئيس الأمريكي يسعى أن يصل إلى اتفاق مع إيران قبل موعد الانتخابات واستخدام هذا الموضوع كموضوع في المعركة الانتخابية وذلك بالتفرق لمواضيع دولية على حساب طيب فيه دقيقة أو أقل باختصار هل الجبهة الإسرائيلية الداخلية موحدة يعني في هذا المجال لأنه سيد نتنياهو يواجه مشاكل مع الشارع مع اليسار لكن فيه موضوع يعني إذا ما حشر في الزاوية واضطر لعملية عسكرية خطيرة كما ذكرت حضرتك هل تكون الجبهة الداخلية الإسرائيلية وراءه موحدة بكل تأكيد وهذا ما ثبت التاريخ القديم والبعيدة أو القريب بأن في المواضيع الأمنية المجتمع الإسرائيلي بالرغم من الانتخابات الداخلية هو موحد وراء موضوع الأمن موضوع ضمان سلامة الأرض سلامة المواطنين وأيضا الانتفاف بدون أي تردد وهذا سأدناه خلال المنورة الجارية الآن حيث نحو 95% من أفراد الاحتياط انضموا إلى وحداتهم مما يدر على أن في الموضوع الأمني والعسكري إسرائيل هي كتلة واحدة متحدة وموحدة حول هدف الرضع الأعداء وباللاسيما الخطر النووي الإيران أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القدس الكاتب الباحث السياسي شلومو جانور